اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يعشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمى مسنوا والجن خلقناه من قبل مناه السمون وإذ قال ربك للملائك لإني خالقوا مشر من صلصال من حمى مسنوا فإذا سويدوا ونفخوا فيه من روحي فضعوا له ساجدين فسجد الملائك لكل مجمعون إلا إبليس أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمى مسنوا قال فاخرج منها فإنك رجيب وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم هبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأسينن لهم في الأرض ولأغوينهم مجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط عليه السغين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغابين وإن جهنم لموعدهم جمعين لها سمد باب لكل باب منهم جزء مغسور إن المدقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين وانزعنا ما في صدرهم من غل الإخوان على سرر متقابلين لا يمزن في أنصر وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أني أنا الوفور الرحيم وأن عذابي هو اللغام الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إلا خلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بهنا من عليم قال بشرتموني على أمسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا دكم من القالدين قال ومن يقضد من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خضبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوض إنا لمنجوهم أجمعون إلا إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها نمنى الغابرين فلما جاء آل لوض للمرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جيناك بما كانوا فيه يمثرون وأتيناك بالحق وإنا نصادقون فأسر بأهلك بكضع من الليوت بأدبارهم ولا يلفث منكم أحد ومضوحيت تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مضضوع مصمحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون وادقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لأمرك إنهم لفي سكردهم يعمون فأخذتهم الصيحة مشركين فاجعلنا عاليها سافلها وأمضرنا عليهم حجرة من سجير إن في ذلك لآيات للمدوى السمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيهد للظالمين فاندقنا منهم وإنهما لبي إمام مبين وقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال ميوتاً آمنين فأخذتهم صيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتاتوا فاصحي الصبح الجهيل إن ربك هو الخلاك العليم ولقد آتي لك سبعاً من المثاني والقراء العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقدسمين الذين جعلوا القرآن عيدين فوربك لنسلن مجمعين عما كانوا يعملون فاصدأ بما تؤمر وآرضاً للمشردين إنا كفيناك المستزئين الذين يجعلون مع الله ناهل آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نظفة فإذا هو خصيم مبين والأنا مخلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكرون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقانكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرءوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وسيلا ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم مجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وزخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر النجوم سخرانتم بأمره إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ومنذر لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتذكرون وهو الذي سخر البحر إذا أكلوا منه لحما ضرييا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ودروا الفلك مواخر فيه ولتبته من فضله ونعلكم تشكرون وألقى في الأرض الواسي أن تميد بكم وأنهارا وسهلا لعلكم تهددون وعناهات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تصرها إن الله لوفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أبوات وير أحياء وما يشعرون أيها نيبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القاعد وخر عنهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيام يخزين ويقول أين شركاني الذين كنتم نشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تدوفهم الملائكة ظالمي أنفسهم فأولقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فنبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلون تجري من نحن الأنهار لون فيها ما يشاء كذلك يجزي الله المتقين الذين تدوفهم الملائكة ضيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصوابهم سيئات ما عملوا وحرض بهم ما كانوا به يستسعون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فالعن الرسل إلا البلاه المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجدروا الطاهوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأغن فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن دحرص على هدى فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهل أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه ولعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيقوى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبله إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزن إليهم ونعنهم يدفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على دخوف فإن ربكم لروف راحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيد فيع ذلاله عن اليمين والشمائن سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماعة وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوته إلا بالله العليم العظيم فقال الله لا تدخذوا إلى هين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماعة والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الظروف إليه تجعرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشرقون ليكفروا بما آتيناهم فدمتهم فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لدسل عما كنتم نفترون ويجعلون لله البناد سبحانه ولهم ما يشتوون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسوا في التراب ألاسا ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخر دمثل السوء ولله المثل العلا وهو العزيز الحكيم ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستغدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أم لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرضون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان وعمالهم فواليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وودا ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لإبرا نسديكم مما في مضونه من بين فرث ودمن لبلا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والعامنة بلدخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعاكلون وأوحى ربك إلى النحن للدخذ من الهبان بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من قل السمرات فاسلك يسمون ربك ذنونا يخرج من بطون شراب مختلف ألوان وفي شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يدفكرون والله خلقكم ثمد وفاكم منكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عظيم قدير والله فضل بعضكم على بعض وفي الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت سيمنهم فهم فيه سواء أفبنعامة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسهم أزوجا وجنكم من أزوجكم بدين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفب الباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيئا ومرزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق من وسرا وجهرا هل يستغون الحمد لله بل أنثرهم لا يعدمون وضرب الله مثلا رجلين أحد ما أبكم لا يقدر على شيئا وهو كل على مولا أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطور وما هادكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السماوة والأبصار والأفدة لعلكم نشكرون ألم يروا من الضير مسخرة في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيودكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعم بيودا تستخفونها يوم أضانكم ويوم إضامتكم من أصوابها وأوبانها وأشعرها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرى سرابيل لدقيكم مساكم لذلك وتموا نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإذا ولوا فإنما عليك البلاه المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم للكافرون ويوم نبعث من كل يوم شيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فليخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث بكل أمدي شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا منك شهيدا على هؤلاء ونزل عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهده رحمة وبشران المسلمين إن الله يأمر بالعدل واليسان وإيتاء ذي القربى وإدهان الفشال والمنكر والبو يعدكم عنكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقذوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتين قضت أزلها من بعد قوة أنكاثا تدخذون أيمانكم دخلا بينكم من تكون أمة يا أربا من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيام لما كنتم فيه دخلا ولو شاء الله لنجلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسلن عما كنتم تعملون ولا تدخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزلن قدم بعد ثبود وتدوق السواء بما أصعدتم عن سبيل الله وليه لكم عذاب العظيم ولا تشتروا بعاد ليس منهم قليلا إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم يغفد وما عند الله باغ ولنجزي أن الذين صبروا واجرهم يعسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو عنثى ومؤمن فلنحي النوحية ضيبة ولنجزي أن ماجرهم يعسن ما كانوا يعملون فإذا قرد القرآن فاستعد بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدل آية مكانة والله علم بما ينزل قادوا إنما أند مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس مرم من الحقل ثنبت الذين آمنوا وهدوا وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجميا وهذا لسان عرمي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله لهم عذاب نذير إنما يفتر القذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذب من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره قلبه مضمئن بالإيمان ولكن من شرح بالقفل صدرا فعليهم مضب من الله ولهم عذاب نظير ذلك بأنهم استحقوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طب الله على قلوبهم وسمعهم وبصارهم وأولئك هم الرافلون لا جرم أنهم في الآخر دم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فلنوا ثم جاهدوا وصبروا وصبروا إن ربك من بعدها له فور رحيم يوم تأتي كل نفس نجادل عن نفسها وتغفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا غريدا كانت ثامنة مضمئنة يأتيها رزقها رهدا من كل مكان وفكفرت بأنعم الله فأذاقها الله نباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم غالبون فكنوا مما رزقكم الله حلالا ضيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حضوا عليكم الميدة والدمون أحمل خيزين وما أهل لغير الله به فمن ينظر غير باه ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف السندكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون مداء ضليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرام ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهانة ثم ثابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن ربك من بعد الأوفور رحيم إن إبراهيم كان أمتا قاندا لله حنيفا ولم يكن من المشردين شاكرا لأنه به اجتباه وهداه إلى صراط مسقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك لتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السمد على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكموا بعنهم يوم الغيام لفيما كانوا فيه يختلفون هدأوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة وجاهد الهم بالتي هي أحسن إن ربك وعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهددين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيد مما يذكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة